حاجة واضحة شوف انتا باش تحاسب مدرب نرجعوا للأشياء اللي تفاهمنا عليها مثلا أنا قلت لهم من الأول الأمور التقنية تخصني الأمور تحت سير تخصلي اتحاد يعني كان هناك تدخل في ذلك تدخل شوف تدخل وشوف لأنه علاش انتا أول شي كنت برمج انتا مبارتين مع السعودية ومتستشرش المدرب هذا وش نسموه تجاوز وتدخل في صلاحي تجاوز ويقولوا لي احنا عطينا لهم كلمة تعطيهم كل باب لما تشاورني هل أنا حاب نلعب مبارتين ولا لا هل يفيدوني من الناحية الفنية وتحذيرين لا لاش لأنه شوف اني قتلك أنا يا عادي اننا حنعودها على كل حال أنا خدمت مع لعبين محليين بالإضافة إلى تنين اللي هم يلعبوه في الخارج اللي هم زنادي ووحي يلعب في الشريقة لعبين تنين اللي يشاركوا معي في الآخر قلت لهم هاد اللعبين أنا خدمت معهم يعرفوا طريقة لعب بتاعي كيفاش نشتغل في الدفاع في الهجوم في كل شي خدمت معهم 35 يوم لأ 35 ماشي متذكر لعبت معهم سبع مباراة ودي سبع مباراة ستة ولا سبع مباراة تعل الألعاب العربية ولعبنا تلت مباراة في قطر معنا عشر مباراة هاد القروب هذا أنا شفتوا خلاص تعرفوا يعني؟ تعرفت عليه وعندي فكرة على اللعبين اللي راحوا منهم ناخدهم الكاس الفريقي فيه لعبين اللي لعبوا محترفين كما عبدي كما بركوس كما كينتنين بن حليمة وفيه سبع لعبين اللي لعبوا في الخارج ما زال ما اشتغلت معهم قلت أنا كمدرب هاتي طريقة تخدمت تاعي حبيت نجيبهم في هذيك الأسبوع كما في الفوتبول سويمان واسموه دات فيفا حنا عنا سويمانيا شافا كي اسموها في هستي قلت فيه ستة أيام هاتوك راح نلعب لنشوف نخدم بزاف الانسجام بين اللعبين بين تنين هادو بين المحترفين باش يتدخلوا في طريق تلعب بتاعنا بالإضافة يندير مبارتين بيناتهم ما انت كيتشوف انت الفوليوم دون ترينما يكون كبير وفوليوم كومبيتيف كبير كيف كيف لانا كيتطح تلعب مبارتين وعندك 18 اللعب أنا أولي تلعب ميتون ميتون ندخل سبعة وفشتو ديزي ميتون ندخل سبعة ما انت كيت تحسب بهم وش لعبوا لعبوا مباراة وحدا كلعبين بصح كفريق لعبت مبارتين بس حلو كان قاعدنا في تزاير كيندير مباراة بيناتهم أول شي قلت لك التدريبات راح تكون الفوليوم يكون كبير يخدبوا بزاف نخدبوا بزاف الانسجام وكل شي ومنلعب مبارتين بيناتنا ما انت كل لعب تكون عندهم مبارتين انت الصح بفعلية لانا ما نقول روحوش في الأسماوات مناحوش كينقولوا مباراة ودية بس هل استفدت مباراة ودية؟ تشح اللعب بالعب هذا اللي همني انا يا باسكو كيندي زون تريدار يدير دي ماتشان ميكو وكيندي شور ملعب شمان با تقيقة في الأخر هل استفاد قلت لهم ادي انتظر تاعي انا يا ما شي قادية نروح ولا مرحش في سعودية قادية خدمة تاعي قالوا لي لا لا تفاهمنا تفاهمنا معهم وعطينا كلمة ومطيحش كلمة تاعنا ولحقنا حتى تضاربنا ما نقدبش عليك لحقنا الكبيرة في الاتحادية وانا رفعت صوتي وتنرفيت وعادي وهذه الأشيات تصير بين مدرب مصير تصير هذي كانت يعني وضعوها لك في الميلة هذي هي اللولة هذي اللولة قلت لك وم بعد وش اللحقنا لان كومبرومي لان اخلاص ومعطاوا كلمة وفهمتني كان لازم ممكن هم احبوا يدفعوني الاستقالة تمها ممكن وانا ما فكرت فيها ممكن يكونوا بهذه الأشياء يقول لك نقول لهم اي هاي الفريق تاعكم ونروح بسحنا عندي انقاجمم مع اللعبين هادوما وتكلمنا على هدفتانا وكل شي عندي انقاجممم قلت لك لحقنا الكومبرومي اللي يجيبوهم اللي يجيبو لي اللعبين ثلث يام مقبل ندير سانك سيانس دونترين ما نخدم شوية الأخوان واح لعب مباراة مالو يلزمون كاي اللي يجا نهار مقبل كاي اللي يجا يومين مقبل مع انت هاداك ممشاش والمشاكل بدات هاداك مهار ونروح والاخرى هذه هي المشاكل الحقيقية بس نتكلمه الحقيقية هذه هي